حديبو في مرمى نيران الانتقالي المدعوم من الإمارات مجدداً لا تتوقف الفعاليات الاستفزازية الممولة من الإمارات عن الدفع بالأوضاع بمحافظة أرخبيل سقطرة المشاطئة للمحيط الهندي إلى مستويات من الخطورة على السلم الاجتماعي المتجدر في هذه المحافظة أعلام إماراتية وأخرى تخص المشروع الانفصال الذي يتبنه المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات هي العنوان الأبرز للتحركات التي تصفها السلطة المحلية في الأرخبيل سقطرة بالتغريبية والممولة من الخارج في محاولة لا تهدأ من أجل فرض الأجندة الإماراتية التي تنزع نحو بسط النفوذ على هذا الأرخبيل اليمني الكبير الواقع في أعالي البحار في منطقة ديكسم أرفع هضبة في سقطرة يتحلق هذا العدد المحدود الذي يدور حول المشروع الإماراتي وضابة الاستخبارات المنتدى بخلفان المزروعي هؤلاء يتنقلون في أماكن مختلفة من الأرخبيل في وقفات تحمل هذا القدر من الرسائل العدائية الواضحة من جانب الإمارات ضد الشعب اليمني وشرعيته وسيادته الوطنية خلال عودة مجامع مسلحة تابعة للانتقال للثلثاء من فعالية مشابهة شرق الجزيرة هاجمت هذه المجامع نقطة تابعة للشرطة العسكرية عند المدخل الشرقي لمدينة حديبو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن إصابة اثنين من المهاجمين على الأقل وأحد جنود الشرطة العسكرية وإعطاب سيارات تابعة للمسلحين إنه أخطر تطور أمني تشهده حديبو منذ أسبوعين على الأقل ويحمل في طياته إشارات إلى تطور الموقف العدائي من جانب الإمارات في وقت يزداد فيه موقف القوات السعودية غموضاً في ظل ما يراه المراقبون سلبية غير مبررة حيال كل السلوكية التخريبية المهددة للسلام في محافظة أرخبيل سقطرة يواصل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً وتحت أنظار السعوديين تكريس الكيانات العسكرية والأمنية الموازية وغير شرعية لتحدي صريح ومكشوف للسلطة الشرعية ولمن يفترض أنه يدعمها ويتواجد عسكرياً ويعزز وجوده العسكري إن في هذا الأرخبيل أو في غيره من مناطق اليمن الاستراتيجية بذريعة دعم السلطة الشرعية